النهاردة هنكمل معاكم جزء جديد من مسلسل الدم الفاسد لكن قبل ما نبدأ حابين نفكركم اننا وقفنا في الجزء اللي فات مع شاهين لما اتى الاكتاي بالغلط وقرار يدفنه بعدها بيبقى فوزي في المالها مع كارتال وبيسأله اذا كان بهزتلي علاقة باختفاء اكتاي فبيقوله كارتال ان كل شيء متوقع وبيعرفه ان اكتاي كان بيشرب مخدرات وده السبب اللي كان بيخليه يتصرف بطرق مشتبعية ولما بيسأل فوزي تونجاي اذا كان كلام كارتال صح بيقوله تونجاي وهو خايف ان اكتاي كان مدمن بالفعل وبيعرفه ان مرضيش يقوله لان اكتاي وعده انه هيبطل وفي الوقت ده بنشوف يونس اللي امره بهزت بخطف اكتاي وقتله وبيبقى بهزت فرحان منه جدا بعد ما عرفه يونس انه قتل اكتاي ودفنه في مكان بعيد وبيديله بهزت مبلغ مال كبيرة على سبيل المكافأة بعدها كارتال بيتسل بشولية وبطلب منها تخلي اكتاي يمشي من عندها وده لان الوضع خطير وفوزي بنفسه بيدور عليه فبتقوله شولية ان اكتاي مش عندها وبتعرفه انها ما شافتهش خالص النهاردة وفي الوقت ده بيكون تولجا مع ايجا وبيقول لها ان كارتال ابوهم مش مجرد حارس لمالها ليلي وبيعرفها انه ممكن يكون شريك لكن ايجا بتصدقوشه بتطلب منه يبطل يكلمها عنه بعدها بيبقى فوزي قاعد وبيشوف تسجيلات كاميرات المرأبة في المالها وبيجي لنزان مكالمة من زينال بيطلب منها تاخد بالها من اكتاي كويس لان بهزات مش هيسيبه فبتقوله نزان ان اكتاي مختفي اصلا وبتعرفه ان الوضع صعب فبيطلب زينال منها رقم تليفونه وبيقول لها انه يعرف زابط هيقدر يعرف لهم مكانه ولما بيسألها فوزي اذا كانت عرفت اي جديدة عن اكتاي بتقوله نزان انها كانت مجرد مكالمة من زينال وبيطمن فيها على اكتاي وتاني يوم بيكون تونجاي بيفتر وبتدخل عليه قدرية مراته وبتقوله ان توركان ام اكتاي الان عليه بسعب اختفاءه فبيقول لها تونجاي ان في حاجات غريبة بتحصل هو نفسه مش فهمها وبيطلب منها ما تقولش لتوركان اي حاجة تخليها تقلق على ابنها وفي الوقت ده زينال بيجي لها مكالمة من زابط امن وبيعرف زينال ان تليفون اكتاي اخر مرة كان متصل باشارة برج اتصالات كان قريب من بشكتاش وبيعرفها انه هيبعت لها قائمة باخر الارقام اللي اتصل بيها بعدها بيكون كارتال في بيته وبيطلب من ايجا انها تيجي معاه عشان يوصلها بعربيته للجمعة لكنها بترفض وبتعرفه انها تقدر تروح لوحدها وبتيجي مكالمة من نزان بتطلب من كارتال انه يجي بسرعة للمالها لانها محتجله في موضوع مهم ولما بيوصل كارتال للمالها بتقوله نزان ان اخر مكالمة بن اكتاي كانت من شولية وبتوري سجيل المكالمات وبيطلب فوز منه يروح لشولية ويجيب له ابنه منها على الفور وبعدها تونجا بيبقى مع برهان جده ولما بيشوف عربية جديدة بيسأله ازاي جاب العربية دي فبيقوله جده ان الانتباع الاول اهم من كل حاجة وبيقوله ان لازم يدخل على زميله وهو مش اقل منهم ولما بيكون كارتال في بيت شولية بيطلب منها تعرفه مكان اكتاي وبيوريها سجل المكالمات اللي بيثبت انها كلمته لمدة 26 ديئة متواصلة فبيتقوله شولية انها كلمته فعلا وبتعرفه انه كان هيجي لها لكنه مجاش وبيهنيها كارتال بعد ما بيتأكد انها على علاقة باكتاي وبيكلم فوزي وبيعرفه ان كارتال مش موجود في بيتها وبيطلب فوزي منه انه يجيبها له المالها عشان يستجوبها بنفسه بعدها توركام بتبقى عايزة تفهم ساب اختفاء ابنها وبتسأل قدرية عنه فبتقول لها قدرية نعم ما تعرفش اي حاجة عن ساب اختفاء ولما بتتسل توركام بنزان وفوزي وبيردوش عليها وبتقرر تروح لهم بنفسها عشان تعرف منهم اللي مخبينه عنها ولما بيكون برهان في المدرسة بعد ما بيوصل تونجا حفيدو بيروح لمدير المدرسة وبيعرفوا انه هيفتح كزينو اللعب الامار وبيعرفوا ان المكان هيكون امان جدا ومفوش اي خطورة وفي الوقت ده بتكون ايجا قعدة مع جزام زميلتها في الجامعة وبتسألها جزام عن المكان اللي بتسكن فيه فبتقول لها ايجا انها بتسكن في بيت اهلها وبتعرف انها مش مرتاحة معاهم وبيجي شاب من الجامعة وبيعرفوا من اسمه اوزان وبيسألهم ان كان في حد فيهم عايز يأجر معاهم سكن للطلبة فبتقولوا جزام ان ايجا عايزة سكن وبترد ايجا عليه وهي محرجة وبتقولوا انها هتفكر وتبقى ترد عليه بعدها بنشوف كارتاله وبيطلب من شولية تفضل مع متن وتسمع كلامه وبتشكره شولية وبيسيبها كارتال وبيمشي ولما بيوصل كارتال للمالها الليلي بيسألوا يكتع عن الساب اللي ما خلوش يجيب شولية معاه فبيقولوا كارتال ان فوزي شخص مجرم وممكن يقتلها وبيعرفوا ان شولية متعرفش اي حاجة عن اوكتاي ومفيش داعي انه يجيبها الفوزي ولما بيدخل كارتال لفوزي بيسألوا فوزي عن شولية فبيقولوا كارتال انه سأل شولية عن كل الاسئلة اللي ممكن تتسئلها وبيعرفوا انها متعرفش اي حاجة عن اوكتاي وبيبقى فوزي متعصب جدا وبيقول لكارتال انه مخبي حاجة عليه بتقوله نزال ان الكارتال على علاقة بشولية وفي اللحظة دي فوزي بيهدد كارتال بالسلاح وبيسأله اذا كان قتل ابنه وقتها ازاد بيكون مع جانسيت اللي بتبقى بتدور في سجلات الكاميرات عن اي شيء يعرفهم على مكان اكتع وبيدخل يكتع عليهم وبيقول لازاد ان فوزي بيهدد كارتال بسلاحه وبيروح ازاد لفوزي وبيهدده بالسلاح وبيطلب منه يسيب كارتال فبيقول له كارتال ان الموضوع ما يخصوش وبيطلب منه يسيبهم ويمشي لحد ما بتيجي جانسيت وبتقول لهم انهم عارفت شيء مهم يخصو اكتعي وبيتوريهم الشخص اللي كان بيرائي باكتعي وهو في الملهق وبتعرفهم ان اسمه يونس وبتوريهم صورته مع بها زاد ووقتها كارتال بيقول لفوز ان هم هيلغوا الشراكة اللي بينهم بعد اللي حصل منه وبيسيبوه وبيمشي بعدها نزام بتدخل لمكتب كارتال كان لسه مهدده بالسلح من دقايق وبيعتذر لها لانه مش هيقدر يدخل في شؤون حياتهم تاني فبتقوله نزان انه لو ساعدها المرادي مش هتنساله جميله ده وبتعرفه انه اصلا بقى مشارك في الموضوع لانه كان هو الوسيط بين فوزي وبين بهزاد وبيقوم كارتال فجأة وبيخرج من مكتب وبيكلم صدابة احمد وبيعرفه انه فوزي ممكن يهجم على بهزاد في اي وقت وبيطلب منه يرقب الوضع وبيطمنه احمد وبيقوله انه هيعمل اللازم وفي الوقت ده بتكون توركانه معاها قدرية عند بيت فوزي التاني وبتخرج لهم مراته سيزانه وبتسألها توركان اذا كان فوزي عندها وبتدخل لبيتها بدون استئزان ولما بتلاقيش فوزي عندها وبتبقى عايزة تمشي وبتبقى متضاقة جدا من صورته معاها بتتفاجئ بسيزان وهي مسكة بطنها وبتتقلم من الوجع وبتطلب توركان من قدرية انها تطلب الاسعاف فلاقي ان سيزان بتولد ولما بتتأخر الاسعاف بتولد توركان سيزان بنفسها وبتيجي المسعفة وقته وبتقول لها توركان اني سيزان ولد لكن مش في معاد ولادتها وبتعرفها انها فقد تم كتير جدا اسناء الولادة وبتطمنها المسعفة وبتقول لها انها تعمل اللازم لحفيدها وبنتها وبتبقى توركان مصدومة وفي الوقت ده فوزي بيبقى عند بارزاة وبيطلب منه ويرجع له ابنه فبيسأله بارزاة اذا كان يقدر يرجع له ابن اخوه الميت فقبره وبيعرفوا ان هو ابنه اللي بدأوا في الغلط وبيكون فوزي مدائي جدا منه وبتيجي الشرطة لحظتها وبيطلب كارتال من الكل ينزلوا اسلحتهم ولما بيسألهم الزابط احمد عن السابل اللي مخليهم متجمعين بالطريقة دي بيقول له فوزي انه كان بيزور بهزات مش اكتر فبيقول له الزابط احمد انه هيستغل تجمعهم ده وهيدور عن السوابق واللي عليه قضية فبيطلب منه كارتال يسيب فوزي وبهزات عشان رجال اعمال محترمين ووراهم اشغال كتيرة وبيوافق احمد بعدها بيبقى برهان في الكازينو بتاعه مع شاهين وبيعرفوا انه جاب اندف رولت بتتصنع في تركيا وبيوريه فخامة المكان لكن شاهين بيبقى متوتر ومش طبيعي وبيسأله برهان اذا كان بخير فبيقول له شاهين انه هو كويس لكنه الامن ان حد يبلغ عنهم بسعب الكازينو فبيقول له برهان ان المكان باسمه والقهوة كمان باسمه وبيعرفوا ان هو اللي هيدخل السجن ومع ذلك مش خير وبيطلب منه يكون اقوى من كده وفي الوقت ده بيكون كارتال مع فوزي وبهزات لوحدهم وبيقول كارتال لبهزات انه كل اللي بيربطه بفوزي شارك افمالها لايلي عشان يسد دين مش دينه وبيعرفوا انه هما الاتنين بالنسبة له واحد وبيسأل بهزات عن مكان اوكتاي فبيقول له بهزات انه ما يعرفش مكانه وبيعرفوا انه ما امرش اي حد يقتله لكن في شخص بيحبه تكفل بالموضوع ده وقتله وبيعاية فوزي وقتها وبيطلب من كارتال انه يجيب له ابن فبيقول كارتال لبهزات ان جسط اوكتاي لازم توصل لهم قبل المغرب عشان مراسم الدفن والجمارك وبتيجي مكالمة الفوزي من تركان لقتها وبيعرف منها ان مراته ولدته ولد وبيقول له كارتال انه ربنا عوضه بابن عن اوكتاي ولما بيبقى بهزات مع رجالته بيأمرهم يدوروا على يونس عشان يعرفهم مكان جسط اوكتاي ويسلموها الفوزي بعدها بيروح كارتال لنازان وبيعزيها في موت اخوها ولما بتعرف انه مات بتبقى مصدومة وفي اليوم ده بتدخل خادمة لتركان وبتطلب منها تروح تقابل فوزي ولما بتروح تركان لفوزي وبتشوفه هو قاعد مصدوم بتعرف ان ابنها مات من غير ما يقول لها ولا كلمة وبتفضل تعايت وبيروح لها فوزي وبيحضنها وهو منهار وبعدها واحد من رجالة بهزات بيتسل على بهزات وبيقول له ان يونس مش عايز يعرفهم مكان جسط اوكتاي ولما بيسأل بهزات يونس عن مكان الجسة بيقول له يونس انه كان ساكران ومش فاكر المكان اللي دفنوا فيه بالزاق وبيقول له بهزات انه هيقتله لما جاب لهمش الجسة وبيطلب منه ويفتكر مكانها في اسرع واق وقتها يونس بيطلب من رجالة بهزات انه يدخل للمستودع عشان يغسل وشه وبيعرفهم انه هيفوق بالطريقة دي وهيقول لهم على مكان الجسة ولما بيسمحوا له يعمل اللي هو عايزه بيهرب يونس منهم بعدها برهان بيشوف شاهينه هو قاعد على الارض في الشارع وزهنه شارك ولما بيسألوا برهان اذا كان في حاجة مخبيها عنه وبيقول له شاهينه هو منهار انه قتل وفي الوقت ده نازم بتتصل على كرتله وبتطلب منه يتصرف ويخلي بهزات يجيب له جسة اوكتاي بسرعة وبيتعرفوا انه فاوزي غطبان جدا وممكن يتصرف تصرفات مش مسئولة ووقتها بيكون بهزات غطبان لما بيعرف ان يونس هرب وبيطلب من رجالته انه هما يسخروا كل قوتهم ويطلبوا من اللي يعرفوهم انه هما يدوروا عنه ويجيبوه لهم في اسرع وقت وفي اللحظة دي بهزات بيجيلوا مكالمة من كارتال وبيسألوا عن سبب تأخيره في تسليم الجسة فبيعرفوا بهزات ان القاتل مختفي وبيقولوا انه بدأ يشك ان اوكتاي مقتول اصلا ولما بنرجع لبرهان بنشوفه وهو بيسأل شهين اذا كان في حد شافه وهو بيقتل فبيقولوا شهين انه في شخص بالفعل وبيقولوا انه ما يعرفش الشخص ده وبيطلب برهان منه يرجع للقهوة وبيعرفوا انه هيتصرف ولما بيتصل برهان على كارتال بيتجاهله كارتال وبيروح كارتال عند بهزات وبيركبوا معاه فعرابيته وبيقول له بهزات انه هيقتله لو قصدوا يسلموا الفوزي وقتها كارتال بيجيلوا مكلمة من برهان مرة تانية ولما بيكلموا برهان بيطلب منه يجيلوا في قهوة شهين فبيقولوا كارتال انه مشغول جدا وبيعتذر له وبيضطر برهان يقولوا في التليفون ان شهين قتل شخص غريب لما كان في المالها وبيعرفوا انه دفنوا في الغيبة وفي الوقت ده بهزاد بيبقى في بيت فوزي وبيعرفوا انه جالوا شخصيا لانه وثق في كارتال وبيقول لفوزي ان يونس قتل اوكتاي هرب بعد ما طلبوا منه يجيب له قصة اوكتاي وبيقولوا ان يونس ممكن يكون مألف قصة قتل اوكتاي فبيقول له فوزي انه لازم يرجع له ابنه باي طريقة وبيقرر بهزاد يدور معاه على ابنه بعدها بيروح كارتاله معانا زان عشان يقابل شهين وبيسيب نزان في العربية لوحدها وبيروح لشهين وبيوريه سورة اوكتاي وبيسأله اذا كان ده الشخص اللي قتلو فبيقوله الجعين انه هو بالفعل ولما بيوريه سورة يونس بيقوله ان ده الشخص اللي شايفه وبيقتل فبيقول كارتال برهان ان اللي شاهين قتلو وبيبقى ابن فوزي وبيقوله ان هما لازم يخرجوا الجثة ويسيبوها في المكان اللي هيبعته لهم ولما بيروح كارتالي نزان بيقولها ان ابوه اخو فتحين قهوة ومش قادلين يشاغلوها ودايما مديونين وبيعرفها انه كان بيحل لهم مشكلتهم وفي الوقت ده ايجا بتتسال على كارتاله وبتطلب منه تروح حفلة عاملها الجمعة ولما بيعرف كارتال ان الحفلة هتكون بالليل بيرفع وبتقوله نزان ان اول مرة تشوف اب اصعب من ابوها في تربيته ولما بيجي الليل بتكون ايجا بتتعشى مع عمتها كمره وبتقول لها انها عايزة تروح سكن للطلاب وبتعرفها انها مش قادرة تعيش حياتها بسبب كارتال ولما بنرجع لكارتال بنشوفه وهو بيسأل نهاد صديق ليونس عن مكان وبيقوله نهاد ان هما مش هيقدروا يوصلوا ليونس بسبب قتله للكلب ابن فوزي وقتها نزان بتكون عايزة تقتل نهاد وبتضرب عليه عدد طلاقات لكن كارتال بيقدر يمنعها من انها تصيبه وبيخرجها لبرة وبيطلب من نهاد قبل لها انه يجمع له فوارغ الطلاقات اللي كانت تقتلوا بيهم بعدها بيكون بهزات مع رجالته وبيطلب منهم يجهزوا ويجهزوا لسيزان تسكارة سفر لاوروبا وبيدخل فوزي لسيزان وبيعرفها انه سعيد جدا بمولودهم وبيقول لها انه هما هيربوه سوا ولما بيشوف ابنه بتجيله ممرضة وبتسأله عن الاسم اللي هيسميه له فبيقول لها فوزي انه هيسميه اوكتاي بعدها نزان بيجيلها مكالمة من تونجاي وبيعرفها انهما لقيوا جسد اوكتاي ولما بتروح نزان لفوزي بتشوف فوزي وهو بيطلب من رجالته يبدأوا مراسم الجنازة ولما بتسأله نزان عن اللي هيعملوه بعد كده بيقول لها فوزي القصاص وبيعرفها انه مشاهدة غير لما يونس يكون بين ايده وتحت رحمته ووقتها نزان بيجيلها مكالمة من زينال وبتعرفه نزان انه على الميكروفون وانه فوزي معيها وبيعازي زينال فوزي على فقده الابنه وبيعرفه بالمكان اللي يونس مستخب فيه ولما بيمشي فوزي ونزان كارتال بيجيله مكالمة من برهان بيسأله فيها اذا كان كل شيء ماشي تمام وبيقول له كارتال انه فوزي عرف مكان يونس وبيطلب برهان منه يتصرف ويوصل ليونس قبلهم وبيعرفوا ان حياة شاهين اخوهم مرتبطة باي معلومة يقولها لهم يونس بعدها ازاد بيجيله رسالة من كارتال بيعرفوا فيها ان يونس موجود في فندق في كاروكاي وبيطلب منه يروح يجيبه بدون اي اسئلة وفي الوقت ده فوزي بيبقى في اسم الشرطة وبيسأله الزابط اذا كان بيتهم اي حد في قتل ابنه فبيقول للزابط انه مالوش اي اعداء ان مايعرفش سبب موت ابنه وبيطلب منهم يستعجلوا في تشريح الجثة عشان يدفنوا وقتها بيبقى ازاد في الفندق اللي في يونس ولما بيقسر الباب على القوضة اللي يونس فيها بيهرب يونس من البلكونة وبيجري ازاد وراه عشان يلحقه لكن يونس بيهرب منه ولما بيبتسل ازاد بكارتال بيقوله على الشرع اللي هرب فيه منه وبيبقى كارتال في الشرع لانه كان جايله الفندق لما بيشوف يونس بيقدر يمسكه بيثبته بسلاحه ولما بيعرض يونس عليه ياخد كل فلوسه ويسيبه وقتها بيبقى تونجاي ورجالة فوز في الفندق اللي كان يونس هربام فيه ولما تونجاي ما بيلاقش يونس بيضرب موظف الريسابشن طلقف رجله وبيسأله عن ما كان يونس فبيقوله ان في شخص جالهم من شوية وسأل عن قوضة وبعدها هما الاتنين اختفوا فبيقول تونجاي لنزان ان يونس غالبا مع كارتال ولما بنرجع لكارتال بنشوفه وهو بيتظاهر ان مهدد يونس بالسلاح ولما بيشوف عربية نزان جاي عليه وتونجاي بيقول لهم ان هما هياخدوا يونس للشركة وبيقترح كارتال عليهم ان هما هياخدوا المالها احسن وبيعرفهم انه امان اكتر من شركة فوزي بعدها بيكون كارتال مع متن وبيعرفوا ان الامور زادت سوء وبيطلب منه يساعده في انه يخطف يونس فبيقول له متن انه الموضوع مش سهل لكن محتاج شوية تخطيل وبيعرفوا ان معاه في المهمة دي وهيساعده وتاني يوم بتكون ايجاب تفطر وبتسأل عمتها ان كاي تكلمت لها كارتال علشان تمشي من البيت وبتروح تعيش في سكن طلبة فبتقول لها كمرو ان ابوها دايما مشغول وبتعرفها ان ما جالهاش فرصة تكلمه في الموضوع ده وفي الوقت ده بورهان بيبقى في قولة كارتال وبيسأله اذا كان قتل يونس فبيقول له كارتال انه مقدرش يقتله وبيعرفوا انه حبسه عنده في المستودع بتاع المالها وبيقول له بورهان وهو متعصب ان فوزي هيقدر يخليه يعترف بكل حاجة فبيقول له كارتال انه هيحل الموضوع وبيعرفوا انه يونس حتى لو ايه الحقيقة ما حدش هيصدقه لانه اعترف على نفسه قبل كده انه قاتل اوكتاين وفي اللحزة دي تونجا بيسمعهم وهوما بيتكلموا ولما بيقع تليفونه بيخرج بورهانه ومعه كارتال علشان يعرفوا ايه مصدر الصور ولما بيلاقوا تونجا بيسأله عن الساب اللي بخليه واقف كده فبيقول لهم انه كان لسه صاحي وخارج من قطه وبعدها بتكون هوليا ام سيزان قاعدة معاه في المستشفى وبتطلب منها ما تردعش ابنها لان جسمها هيبوز وفوزي ممكن يتجاوز عليها في الحالة دي وبتقول لها انه فوزي لسه ما كتبش كتابه عليها لحد دلوقتي وبتعرفها انه راجل مش تهل في الوقت ده فوزي بيبقى في عزى ابنه وهو وقيلته عشان يخده عزاه وبتيجي شوليا بتسلم على توركان ونزان وبتعرفوا منها كانت صديقة اوكتاي ولما بتمشي توركان بتسأل نزان اذا كانت شوليا حبيبة اوكتاي فبتقول لها نزان ان علاقتهم كانت عادية ولما كارتال بيشوف شوليا عايزة تروح تعز فوزي بيشدها وبمشيها من العزى وبيجي نور الدين ومعارك جلته وقتها عشان يعز فوزي ولما بيشوفوا يكتا بيقول لكارتال ان الموضوع بقى صعب قوي وبقى فيه ناس تقيلة بشكل مش طبيعي فبيقول له كارتال انه كان شخص معتوه وبيقوله انه مسكه هو شنول في قضية قبل سنين وبيرد يكتا عليه وبيعرفوا انه مبقاش معتوه وبيطلب من كارتال يدعي ربنا عشان نور الدين مايفتكروش وبيعرفوا انه يبقى ابو زينال خطيب نزان بعدها الزابط ردوان بيجي لبيت فوزي وبيقابل نزان وبيطلب منها تيجي مع الاسم الشرطة لانه محتاج وبيتقول له نزان انه في يوم عزى وبتعرفوا انها مش هتعرف تيجي وبيتدخل كارتال وبيوعد ردواني نزان هتجي له لحد مكتبه بس بعد انتهاء العصر وبيمشي ردوان وتشكر نزان كارتاله وتطلب منه ما يتدخلش في موضوع تاني لما تطلب منه وفي الوقت ده بيكون نور الدين قاعد مع فوزي وبهزات وبيقول لهم انه هما لازم يوقف الحرب اللي بينهم وبيعرفوا ان كل واحد فيهم ما تلوهم واحد عزيزة عليه لكن فوزي ما بيكونش عايز يتصالح مع بهزات وبيقول لنور الدين انه عند ولد وبن وبيعرفوا انهما لو حصل لهم اي مكروه هيعتبر بهزات السبب وبيقول له بهزات انه عاوزي تصالح معي وبيعرفوا انه مدلوا ايده بالصلح في اليوم اللي سلم له يونس وبيقوم وبيمدلوا ايده وله بيبص فوزي منور الدين بينصحوا بالصلح مع بهزات وبالفعل فوزي بيصلحوا وبيصفحوا بعض وبعدها بيكون فوزي عند يونس وبيسألوا عن الطريقة اللي قتل بها اوكتاي وبيقسم له يونس انه ما قتلش اوكتاي وبيعرفوا ان قال له بهزات ان هيئة الاوكتاي عشان يبقى مشهور مش اكتر ولها بيسألوا فوزي عن المبلغ اللي اخدوا من بهزات بيقولوا انه اخد خمسين الف وبيبقى فوزي مصدوم جدا وبيسألوا اذا كان قتل ابنه عشان خمسين الف بس فبيقولوا يونس انه ما قتلش ابنه وبيعرفوا انه فيه شخص غيره هو اللي قتلوا ولها بيحاول فوزي يقتله بتمنعه نظام بتقولوا انه كلامه ممكن يكون صح وبتطلب منه يهدى لحد ما يعرفوا الحقيقة وفي الوقت ده بيكون فوزي قاعد مع كارتال وياكتا وبيسألهم اذا كان فيه كاميرات في المكان اللي مات فيه اوكتاي فبيقولوا ياكتا ان الجاراج اللي مات فيه اوكتاي بيستخدموا عملاءهم المميزين وبيعرفوا انهم بيفضلوا استخدامه عشان ما فيهوش كاميرات فبتقولوا نظام انها محتاجة اعرف منه كل اللي كانوا راكنين عربياتهم في اليوم ده وبتقولوا انها هتعرض الكل على يونس لحد ما يتعرف على اوكتاي بعدها بيروح كارتال لجان ست وبيطلب منها توري قائمة الناس اللي زروهم في يوم قتل اوكتاي وبيطلب منها توري سجلات الفيديو الوقت ده بتبقى توركان في بيتها وبتسأل خادمة عن قدرية وبتقول لها انها في بيت سيدان وبتبقى توركان غضبونة وبيقول لها فوزي ان هو اللي بعتها لسيزان عشان تخدمها وتاخد بالها من جون ولما بيجي الليل نزام بتطلب من كارتال يستدعي شاهين وتونجا وبيقول لها كارتال انه ابن ريسة طفل مراهق علشان يحطوه في موقف زي ده وبتطلب نزام منه يستدعي شاهين اخو بس وقتها كارتال بيبعت رسالة للمتن وبيعرفوا فيها ان اسوأ سيناريو هو اللي بيتحقق وبيطلب منه ويتصرف بسرعة وفي الوقت ده ايجا بتكون مع عمتها كمرو وبتقول لها انها ممكن تيجي تعيش معاها لما تنقل لسكن الطلاب بدل البيت اللي هي قاعدة في ده وبتعرفها ايجا انها مجرد خادمة لابوها واخوها وبتكون كمرو حزينة وبتقول لي ايجا ان ده بيتهم وبتعرفها ان هم مش هيمشوا منه وبعدها بيتصل كارتال بسانتجاس وبيطلب منها انها تعطى الكاميرا الباب الخلفي لمدة 20 دقيقة ولما بتسأله السانتجاس عن السبب بيطلب منها كارتال تنفذ اللي بيقولها عليه من غير اي اسئلة وقتها السانتجاس بتقوم علشان تعمل اللي كارتال طلبه منها بيقاعد معها واحد من رجالة فوزي ولها بيسألها عن المكان اللي رايحوله بتقوله انه يكتب محتاجاها وبتمشي ولما السانتجاس بتنفذ كلام كارتال بيدخل كارتال ليونسو بيوريسه ريتشاهين وبيسأله اذا كان ده الشخص اللي قتل اكتاين فبيقوله يونس انه هو فعلا وبيقوله كارتال انه لما يجي له بكرة لازم يعمل نفسه ما يعرفوش قدام فوزي وبيعرفو انه لو عمل اي حاجة غير كده هيقتله بنفس وبيقوله ان هيساعده يهرب بقرة تركيا بجواز صفر مزور بعد ما يعمل ده وتاني يوم بتكون ايجا في المطبخ مع عمتها وبتطلب منها تسمحها على الكلام اللي قالتهولها مبارح فبتقول لها كمرو انها مش زعلانه اصلا بس بتطلب منها ما تفتحش معها موضوع انها تسيب البيت تاني بعدها بيكون كارتال وشاهين في عربيته وبيقول شاهين لكارتال انه هيسلمه الفوزي وبيبقى شاهين خايف جدا وبيقولوا انه يستحق اللي هيحصل فيه وبيرد كارتال عليه وبيعرفوا انه عمره ما هيتخلى عنه ويسلمه شوية ناس وحشين زي دول وبيطلب منه يتماسك اعصابه عشر دقايه لما يكون قدام يونس وبيعرفوا انه مزبط كل حاجة مع يونس وفي الوقت ده بتكون زان ودفنة المحامية بتاعتها في الاسم وبيسأل نزان الزابط ردوان عن السابل اللي خليها تكلم زينال اثناء تعطل السيارة فبتقولوا انها رنت عليه بالغلط وبيقول لها ردوان انها بتغير اقوالها وبيعرفها انها قالت له قبل كده انها اتصلت عليها عشان يساعدها فبتسألوا دفنة عن سبب استدعاهم كل شوية الاستجواب وبتقولوا ان نيته مش سليمة اتجاههم ولنزان وقتها عايزة تغير اقوالها وبتعرفوا انه لما ربيتها عطلت اتصلت على زينال عشان يساعدها وان المكالمة اللي تمت بينهم كانت بعض وصولوا ليها ولما قرر يروح يجيب حد يساعدهم في تصليح عطل العربية بيسألها ردوان عن الساب اللي خلها ما تروحش معي وتقفل وحدها على الطريق فبتقولوا نزان ان ده كل اللي تعرفه بتسيبه وبتمشي ولما بتبقى دفنة قدام الاسم بتبقى غضبانة جدا وبتقول نزان انها مش هتبقى المحمية بتاعتها بعد النهاردة لانها بتقول لهاش الحقيقة فبتقول لها نزان انها كانت رايحة تقابل زينال لوحدها عشان تعرفوا بقرار الانفصال عنه وبتعرفها ان عربيتها اتلت في الطريق وقتها جالها شخص ابتكرته جاي سعيدها بس كانت بيتحرج بها وقررت تقتله وبتعرفها نزانال جالها وقتها وقرر يشيل قضية عنها وفي الوقت ده برهان بيفضل يتسل على شاهين عشان يعرف مكانه لكن شاهين ما بيردش عليه بعدها بيطلب منه كارتال ده وبيعرف برهان ان شاهين مع كارتاله بيقرر يروح لهم بعدها بيروح كارتاله مع شاهين ليونس وبيشوفه وهو متعذب وشبه فقد الوعي بيقول كارتال لتونجاين الاستجاب ما بيكونش كده وبيشرب يونس مية وبيحاول يوقفه وبيطلب منه يقوله اذا كان شاهين هو اللي شافه بيئة الاوكتاي فبيقوله يونس ان اللي قتل اوكتاي شخص صغير وفي الوقت ده توركان بتشوف قدرية في بيتها وبتسألها عن السابر اللي بخليها تسيب سيران وترجع لها فبتقول لها قدرية ان دابتها اصلا وبتعرفها انها راحت لسيزان مجبورة بامر من فوزي وبتسألها توركان اذا كانت سيزان اتكلمت عنها وجابت سيرتها وهي عندها فبتقول لها قدرية ان سيزان كان بتتكلم بكل خير وبتعرفها انها عايزة تيجي تعزيها وبتطلب توركان منها تستدعيها عشان تعزي بعدها بيبقى شاهين قدام الملهم مع كارتاله وبيطلب منه ينقذ يونس لانه مسكينه مقتلش حال وبيقوله انه مش هيدر ينام لو حصل ليونس اي مكروه بسببه فبيوري كارتال جواز السفر اللي هيسافر يونس بيه وبيعرفه انه يقدر يهربه بكل سهولة وبيتصل بالشرطة قدامه وبيقولهم ان يونس المشتبه فيه بقتل اكتاي عنده في المالها وبيحضنه شاهين وبيشكره على وقفه جنبه وفي الوقت ده تونجاي بيكون مع نزان بيقولها انه شكك في كارتال وبتقوله نزان ان كارتال اخر شخص ممكن يشكه فيه وبيدخل عليهم واحد من رجالة فوزي وبيعرفه من الشرطة موجودة في المكان ووقتها كارتال بيبقى عايز يدخل ليونس لكن رجالة فوزي بتمنعه وبيسألهم كارتال اذا كانوا هيتحماله المسئولية قدام فوزي لما يعرف ان الشرطة مسكت يونس في مكانه ووقتها بيسمحوا لكارتال انه يدخل ليونس ولما يونس بيسأله عن اللي هيعمله بيقوله كارتال انه بيوفو ببعده وبياخده معاه ولما بيخرجوا للشارع كارتال بيشوف برهنه وهو جايله بعربيته وبيطلب من يونس يركب العربية وبيسأله برهن وقتها عن اللي بيعمله بالزبع وبيطلب كارتال منه يتحرك وبيقوله انه هيعرفه كل حاجة بعدين وفي الوقت ده كارتال بيقول ليونس انه مجهز له كل حاجة عشان يهرب لجورجيا وبيعرفه انه هيدي له فلوس تقدر تعيشه 3 سنين ولما بيوصله للمكان اللي متن هياخد يونس فيه بيتصل كارتال بمتن وبيعرفه انه واقفه منتظره وبيتفاجئ كارتال ببرهنه وهو رفع السلاح على يونس وبيبقى عايز يقتله ولما بيسأله كارتال عن اللي بيعمله وبيقوله برهن انه يونس لازم يموت بالسر بتاعه وبيعرفه ان متن كمان ما كانش ينفع يعرفه باي حاجة فبيقوله كارتال انه مخطط له كل حاجة وبيقوله ان متن قدم له حبه وابوه ومقدرش يقدمه له له لهو شخصيا وبيقتل برهن يونس على الرغم من كل اللي قاله له كارتال وقبل ما يونس يموت بيقوله كارتال انه وثق فيه وبيعرفه ان موفش بوعده معاه وبيموت وبيعاية كارتال وبيسأل ابوه عن السبب اللي يخليه بوز كل حاجة فبيقوله برهن ان اللي عمله ده هو الصح وبيسأله ازاي كان هاسق في شخص زي ده ممكن يهددهم بقتل شهين عشان فلوس او مصالح او غيرها وبيطلب منه يدعي ربنا انه متن هو كم ما يخنوش زي مخانه وشنال صديق عمره وبيدي برهن سلاحه الكارتال وبيطلب منه يفكر في حاجة مقنعة بيقولها الفوزي عن سب قتله ليونس وبييجي متن وقتها وبيشوف يونس هو ميت وكارتال ماسك مسدس في ايده وبعدها بيشوف زي نالو وهو معه تابلت في السجل وبيشوف صور واخبار عز فوزي في ابن اوكتاي ولا بيشوف كارتال وهو جنب نزم في العزب يبقى غضبان جدا ولما بيرجع كارتال بيونس للملحى بيوري الفوزي وهو مقتول ولا بيسأله فوزي عن سب قتله بيقوله كارتال انه هرب منه لما كان بيحاول يهربوا من الشرطة وبيعرفوا انه سرق متسك لتوصيل طلبات وهيرب بالحد ما وصل لمكان مقطوع وبيقوله انه فتح عليه النار علشان يصيبه لكن اصابه في مكان خطر ومات وبيحضونه فوزي وبيعرفوا ان معه من النهاردة وهيكون دراعه اليمين بعدها بيكون نور الدين في بيت فوزي وبيقوله انه بهزات ملتزم بعهده وبيعرفوا انه ما عندوش اي نية للغدر او انه ينتقم وده لانه مشغول باعمال كتيرة جدا ولما بيمشي نور الدين بتسأل نزام فوزي اذا كان فعلا مش هيزي حد ولا هيفكر في الانتقام لوكتاي من بهزات فبيوعدها فوزي انه مش هيعمل حاجة وبتحضونه نزان وبيبقى فوزي غطبان جدا وفي الوقت ده ايجا بتبقى مع كارتال في الشارع وبتسأله اذا كان قرر يخليها تسكن مع طلاب الجامعة فبيقول لها كارتال انها تقدر تعمل اللي هي عايزة بعد تخرجها من الجامعة وبيطلب منها تدخل للبيت وبيسيبها وبيمشي ولما بتدخل ايجا للبيت بتبقى غطبانة جدا بسأب رافض كارتال ولما بيشوفها برهان بيسأل عن السأب اللي مخلي ايجا غطبانة فبيقول له تونجان ان ايجا عايزة تسيب البيت وتعيش في سكن جامعي لكن كارتال رافض فبيقول له برهان انها غلطانة وبيعرفوا انه كارتال على حق وبيطلب من كمرو انها تربي البنت وتعتني بيها كأنها مموتها بالظبط بعدها بيشوف برهان وهو بيشتري عربية لشهين وبيبقى شهين مبسوط جدا وبيحضن بابا وبيطلب برهان من سوات انه يشتري عربية بفلوسه لشهين وبيبقى سوات مستغرب وبيرفض وبيفكروا برهان باللي كان بيعمله عشانه وهو في السجن وبيسأله عن الشخص اللي كان دايما بيحميه وبيوافق سوات على مضد وفي الوقت ده ازاد وياكتا بيبقوا قدام الملهى وبيتفاجئوا بفردين ملثمين وبيضربوا عليهم نار وبيبقى ياكتا مصاب وبيفقد الوعي وبيطلب له ازاد الاسعيف بعدها بيبقى كارتال في مكتب فوزي وبيقول له فوزي انه عاوزه في شغله مهم وبيعرفوا انه عاوز يأذي باهزاد في شغله الجديد وبيطلب منه الموضوع ده يكون سر وميعرفوش لنظام لكن كارتال بيرفض وبيعرفه انه دخل في موضوعهم دي كلها اصلا بالغلط عشان يسد الديون شنال وبيقوله انه راجل عنده عيال بيخاف عليهم وبيسيبه وبيمشي بعدها بيكون ياكتا في المستشفى وبيجيله فوزي وكارتال عشان يطمنه عليه وبيعرفوا انها كانت مجرد اصابة خفيفة في رجله وبيسأل ياكتا فوزي اذا كان ساب الهجوم اللي حصل ده باهزاد لكن فوزي ما بيردش عليه وبيجيله مكلمة من نور الدين وبيقوله نور الدين ان باهزاد مالوش اي علاقة بالهجوم اللي حصل على المالها بتاعه وبيطلب منه يعرف نازان ان زينال هيخرج من استجنه بكرة ولما نور الدين بيخلص مكلمته مع فوزي بيسأل باهزاد اذا كان ليه علاقة بالهجوم وبيقسم له بهزاد انه مالوش اي علاقة وبيبقى نور الدين مستغرب جدا عشان مش عارف منفز الهجوم لما بيجي الدليل بيكون كارتال قاعد مع فوزي وبيقناه فوز انه يشتغل معاه لما بيقوله انه نفز الهجوم بهزاد وبيعرفه انه بهزاد مش هيسيبه في حالهم ويحاول بوظلهم شغلهم من الافغان عشان يسلمها له وبيطلب فوزي من كارتال انه يفسد له البضاعة دي ولما بيطلب كارتال منه يعرفه هيعمل كده ازاي بيقوله فوز انه بهزاد ليه مدير اعمال اسمه ازجان وبيعرفه انه هو المسؤول عن ترتيب العمليات اللي بيقوم بها بهزاد وبيطلب منه يرقبه لحد ما يقدر يوصل لاي حاجة تخص العملية وفي الوقت ده نازم بتكون قدام السجن ومنتظر اخرج زينال ولما بيخرج زينال بيحضنها وبيقول لها انه مفيش حاجة بتقدر تبعدهم عن بعض تاني ولما بيسألها عن اسم الزبط اللي ماسك قضيتهم بتتلخبط وبتقول له كارتال وبعدها بتقوله ردوان ولما بيمشي بيبقى ردوان واقف بي رائبهم بعدها بيبقى كارتال مع سجث وبتقوله انه ازجان ما بيستعملش اي مواقع التواصل الاجتماع وبتسأله عن الطريقة اللي ممكن تخترق بيها وهي ما تعرفش اي حاجة او اي معلومة عنه فبيطلب كارتال منها تفضل تدور عنه لحد ما تعرف اي معلومة فيه وفي الوقت ده بتكون ايجا بتتمشى في الشارع ومعاها تونجا اخوها وبتقوله ايجا انها حاسة بالزن بيتجاه عن ميتها كمرو وبيقابله كرم حبيبها فجأة ولما بتسأله ايجا عن اسابة اللي مخليه جلها منطقتها بيقول لها كرم انه استقجر بيت جنب بيتها بشارعين وبيبقى تونجا مبسوط منه جدا بعدها بينشوف شوليا وهي بتتصل بيكتا وبتطلب منه يقنع كارتال يتكلم معيها فبيقول لها يكتا ان كارتال ما بقاش عايزها في حياته وبيقول لها انه لو محتاجة فلوس او شغل ممكن يوفره لها بس بعيد عنه وبتقفل شوليا في وشه وهي حدينة جدا وفي الوقت ده بيكون كارتال مع برهان ابوه بيسأله عن الطريقة اللي قدر يجيب بيها عربية شاهين فبيقول له برهان انه لما كان شغال في ابرس قدر يحوش مبلغ مالي من شغله اثناء الفترة وبيطلب كارتال منه انه مايرجعش لشغله بتاع زمان مرة تانية وبيبقى شاكك فيه وبيمشي بعدها بيكون كارتال مع يكتا في المالها الليلي وبيدخل عليهم نازان ومعها زينال وبتعرف زينال على كارتال وبيسلم كارتال عليه وبيسألها اذا كان هو الزابط اللي كان قصدها عليه فبيقول له كارتال انه زابط متقاعد وبيقول له زينال انه اكيد هو المسؤول عن امن المكان فبيقول له انه مش شايف شغله كويس بديل انه كان فيه هجوم عليهم الصبح فبيتقول له نازان ان كارتال شريك ومش مجرد مدير امن المكان وفي الوقت ده بيبقى برهام في البيت ولما بيسأل تونجا عن كمرو بيقول له تونجا انها خرجت مع ايجا وبيكون برهام اضايق جدا لانه كمرو خرجت من البيت من غير ما تحضر لهم الاكل بعدها بيبقى زينال قاعد مع فوزي وبيطلب منه لو يزودوا عدد حراس المالها لانه بيبقى خايف على نزمن خطر الهجوم اللي بيتكرر على المالها فبيطمنوا فوزي وبيعرفوا ان كارتال قايم بدوروا على اكمل وجه وبيعرفوا انه شخص شاهم وزكلي وبيكون زينال متغاز جدا وقتها وبيستأزم من فوزي عشان يمشي ولما بييجي الليل بنشوف ايجا وهي قاعدة مع كمرو في مطعم وبتعرفها ايجا انها باقت جميلة جدا بعد ما حاطت لها مكياج وبتشكرها كمرو وبتسألها ايجا اذا كتمرت بتجربة حب قبل كده فبتقول لها كمرو ان عمرها محبة لما بتسألها عن ماضيها واذا كانت لسه بتتواصل مع اصحابها على مواقع التواصل فبتكونش كمرو عارفة مواقع التواصل ده اصلا وفي الوقت ده بتكون توركان قاعدة مع نزان وبتسألها عن الساب اللي مخلي شكلها متغير من ساعة ما قبلت زينال خطبها فبتقول لها نزان انها مرهقة شوية ولما توركان بتشوف قدرية بتطلب منها لتجهز البيت عشان زيارة سيزان ليها ولما فوزي بيسمع ده بيبقى متعصب جدا وبيقول لتوركان اني سيزان مش هتيجي للبيت عندهم وبيطلب منها تشير سيزان من دماغها خالص وبعدها بيكون زينال بيتعشى مع نور الدين بابا وبيسألوا زينال عن الساب اللي خلاه يدي شغل السر بالبهزات فبيقولوا نور الدين اني بهزات راجل بيقدر يسق فيه لكن فوزي زي وزي الزي بقى ملوش مسكة بيطلب منه ياخد خطوات جدية عشان يتجاوز نزان بيبقوا مسيطرين على فوزي بيها ولما بنرجع لكمرو بنشوفها وهي فرحانة جدا بعد ما ايجي عملية لها حساب على السوشيال ميديا وبتوريها كمرو صور اصحابها القدام وازاي تغيروا عن زمان وبيجي كارتال وقتها للمطعم ولا بيشوف كم الانسجام اللي ما بينهم بيقرر يسيبهم يستمتعوا بوقتهم وبيمشي وفي الوقت ده زينال بيبقى مع نور الدين في عربيته وبيقوله زينال انه متضايق جدا من بعد ما عارف ان كارتال يبقى شريك فوزي وبيسألوا نور الدين اذا كان قصده ابن برهان فبيقوله زينال انه يبقى ده وبيعرفوا انه هيعمل كل اللي يقدر عليها عشان يبقى كارتال عن فوزي وتاني يوم بتبقى سانجث مع كارتال وبتعرفوا انها ما قدرتش توصل لاي حاجة تخص اوزجان وفي الوقت ده بيبقى فوزي في بيت سيزانو وهو غضبان جدا وبيقولها انه ما ينفعش تكون على علاقة باي حد من افراد بيته التاني وبيعرف انه مش هيسمح لها تعزي توركانو ولا تزورها وبيسيبها وبيمشي بعدها بتكون شوليا قدام المالها الليلي بتبقى عايزة تدخل عشان تقابل كارتال لكن ازاد بيرفض يدخلها وبيجي فوزي وقتها وبيشوفها وهي مع ازاد وبيطلب من تونجاي انه يجيب له شوليا لانه محتاج يتكلم معاها بستمش دلوقت في الوقت ده يكتب يبقى قعد مع تايجون الفنان الجديد اللي هيحيي حفلات المالها الليلي من بعد شوليا وبيسأله يكتب عن الساب اللي مخليه مش عايز يشتغل معاهم بعد ما دفع له مقدم 3 شهور كاملين وعمله كل حاجة هو طلبها من نوع المسرح فبيقوله انه خايف من المكان بعد حدسة اطلاق النار اللي حصلت فيه ولما بيهدده يكتب الشرط الجزائي بيقوله انه مش فارق معاه وبيسيبه وبيمشي وقتها نزام بتمسك تايجون بعمف وبتقوله انه هينفذ لهم اللي هيطلبه منه من غير اي شروط وبتطلب منه ينام بدري عشان يجي بدري يتدرب على البروفات بعدها بينشوف كارتال وهو رابط اسجان وبيبقى معاه متن وبيصوب على اسجان ببندقية قناصة وبيطلب كارتال منه يعرفه المكان اللي هيتم فيه الشحنة اللي هيستلمها بهزار لكن اسجان بيبقى رفض يقوله لحد ما كارتال بيقمر بفتح النار عليه ووقتها اسجان بيقول لكارتال على مكان التسليم وثاني يوم بيبقى زينال مع نزام بيفطره وبيسألها زينال عن سبب تغيرها اتجاهه وبيسألها اذا كان سبب تغيرها اتجاهه كارتال فبتقوله نزان ان اللي بيننا وبين كارتال شغل بس مش اكتر وبتعرفه انها مفيش بينهم اي حاجة وبيسألها زينال اذا كان الشخص اللي اتحرج بيها قدر يعمل معاها علاقة وبتبقى نزان غطبانة جدا وبتعرفه انها قتلته اول ما لمسها انها ما سمحتلوش انه يعمل اي حاجة غير كده وبتشكره على تضحيته وعلى الفترة اللي قضاها في السجن عشانها وبتعرفه انها مش هتقدر تكمل معاه وبتسيبه وبتمشي وفي الوقت ده كارتال بيبقى قاعد مع تونجاي وبيخططوا للي هيعملوه عشان يقدروا يخطفوا شوحة بهزات ونور الدين بيبقى مع فوزي في بيته وبيعرف فوزي ان الاشخاص اللي هجموا عليه وما نفس الاشخاص اللي هجموا على اوزجان فبيقوله فوزي انه مش مصدق وبيعرفه انه مش هكك في بهزات لما بيمشي نور الدين بيتسل فوزي بتونجاي وبيقوله ان نور الدين مقدرش يوصل للرجال اللي ضربوا نار على المالها وبيطلب منه يخرجهم من المكان المستخبين فيه ولما بيجليل بيبقى الزابط ردوان قاعد في عربيته بيرأي بزينال وبيتفاجئ بزينال بيخبط على شباك عربيته وبيطلب منه يدخل يتعشم عاه في المطعم وبيقوله زينال لما يبقوا في المطعم انه عمل تحرياته وسألوا عنه وعارف انه ظابط نضيفه وبيشتغلش في اي اعمال وحشة وبيطلب منه يقفل قضيته بمقابل انه يخليه غني ولوصيت وبيعرفوا انه عاوز يقفل قضية خوفة منه على نزام مش اكتر وبيمدي زينال ايده الردوان وبيوافق الزابط على عرضه في الوقت ده بتكون شوليا في مكتب فوزي وبيسألها فوزي اذا كان لها علاقة بقتل اوكتاي ابنه فبتعايت شوليا وبتسأله هتتفق مع بهزات ازاي ضده وبتعرفوا انه حامل من اوكتاي بعدها بيبقى كارتال ومعاتهم جاي عند الشط بيرقبوا رجالة بهزات وهم بيستلموا البضاعة ووقتها بيهجم عليهم وبيهددهم بالسلاح وبيمسك كارتال بضاعة بهزات وبيفضل يبوص فيها زي ما طلب منه فوزي لكن في شخص بيقدر يضرب نار على تونجاي لكن تونجاي بيقتله وشخص تاني بيهرب وكارتال بيجري وراه وبيقدر يوقفه لما بيهدده بالسلاح وبيطلب من كارتال انه ما يقتلوش وبيعرفوا انه عنده ثلاث اولاد عايز يربيهم وبيقدر يرمي في عين كارتال رملة من الشط ولما بيحاول يضرب كارتال بتلحقه نازانه وبتقتله وبيبقى كارتال واقف مصدوم لما بيعرف ان اللي انقذته هي نازان وبينتهي الجزء ده من الملخص استنونا في الجزء اللي جاي علشان نعرف بقي القصة الفيلم ده كتبه مجدي حمودة بسجلته امع العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سلام